كل مسلم منا بحاجة إلى أن يحمد الله على عدد الأنفاس وعلى عدد رمش العيون وعلى عدد ما حرك الله مفاصلك والله لو ما جاء أحد منكم الالتهاب اللي يأتي في أعصاب الرقبة هنا ما يقدر يلتفت ما تستطيع والله أن تعيشها تتعب تريد تلتفت تلتفت بكامل جسمك لو أن شوكة دخلت بين أضفورك ولحمك ما أخبار حياتك تنقلب حياتك كلها عذاب شوكة يا بالحلال أنسها وأنساها انقلبت حياتك ألم وحرارة وطبيب ويأخذها بمنقاشه ما استطعت أن تتحمل شوكة والله جل وعلا منذ أن خلقك يقلبك في النعم رجل مريض في مستشفى النقاهة في الرياض مشلول شلل رباعيا وهذا الرجل إذا أرادوا إخراج الغائط منها جلكم الله أدخل الأطباء في دبره ثمان تحميلات يصب القيح والألم ويعض الفوطة على أسنانه ويبكي حياته من سبع سنين لا يخرج إلا بهذه الطريقة ثم يكشفون بلا شك عورته ثم يلبسونه الحفاظة ثم بعد أن دخل عليه الزائرون له وقفوا يسلمون عليه عرق ودموع فقال لهم قولوا الحمد لله لم تكشف لكم عورة ولم تحتاجوا لإخراج الأذى منكم إلى تدخل آدمي احمد الله أنا لي ثمان سنين وهم يشوفون عورتي ويلبسونني الحفاظة وتكشف عورتي احمد الله والله إن أمنيتي التي أتمناها ثم بعد ذلك يقبضني ربي أن أضع جبهتي على الأرض لو مرة واحدة يقول الحمد لله يلي تسجدون وتلمس هذه الجباه الأرض كثر من السجود أيها الأصحاء هذه وصية معاق مشلول شل الرباعي أنت بحاجة إذا سجدت أن تحمد وإذا رفعت أن تحمد وإذا تنفست أن تحمد وإذا أضاء الله عينك أن تحمد كم تقدر نعمة البصر بكنوز الدنيا لو قال أحد الناس أنا كفيف أريد عينيك وأعطيك صك كل ما أملك مليار مليارين أتبيع عينيك بكنوز الدنيا لا والله وبعضنا زعلان عشان سيارة منهي بجديدة وبعض الشباب زعلان لأنه ما لقى وظيفة وبعض الأبناء زعلان عشان الوالد ما شرى له هامبورغر أو ما غير الشنطة أو ما عطاه مصروف يريده أو ما غيروا جواله ما زعل ما ننقل أبنائنا إلى من فقد النعمة ونوديهم لمصحاتنا ليروا مرضى السرطانات أطفال بلا شعر يمشون في الأسياب يدفعون المغذيات وأيامهم في العد التنازلي بعضهم يموت اليوم والبكرة واسألوا الرقاة واسألوا الأطباء وخلوا عيالنا يشوفون النعمة التي سُلِبت من أناس مثلهم ليس بيننا وبين الله نسب ألا يسلب هذه النعم نحتاج إلى حمد حمد من شغاف القلب وأن أحبابي أن نداوم على شكر المنعم حتى لا تقع أضداد النعم فتنقلب النعمة وكم واحد يتذكر الآن وهو على كرسيه المتحرك بعد الشلل اللي صار له بعد حادث يتذكر يوم الصلاة الصلاة خير من النوم وكان ما يجي للمسجد وكم واحد أحبابي كان غنيا فافتقر وإذا الفقير رآه تمنى لو عنده شيء يخفف عن الفقير لكن ما له راح وكم واحد يتمنى أن يصوم الاثنين والخميس لكن الحبوب اللي معه كيست مليانة والطبيب يقول له لا تصوم ما راحت عليه زمن شكر الله بالصيام في زمن القوة حتى لا تحل أضداد النعم اليوم اليوم عاهد الله ألا تترك ساعة ولا همسة بل العابد التقي في نومه ذكر بعض الصالحين وهو ينقلب من جنبه إلى جنبه الآخر يقول الحمد لله سبحان الله الله أكبر أي وربي بل إن بعضهم لما داوم الحمد أحدهم يقول أبي في مستشفى الملك خالد الجامعي جلس في العناية المركزة سبعة أشهر وهو يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى ختم له بقوله الحمد لله لأن حياة حمد ترجمة نانسي قنقر